لما جينا عملنا الدراسة الاكتوارية وصل اللي احنا محتاجين نحط في الصندوق اون سبوت 2.6 مليار جنيه انت كان لازم تبدأ الصندوق أصلا ب2.6 فمتخيلة المبلغ ده كبير قد ايه كبير جدا طب انت هتعمل في ايه عشان تحافظ على الميزة اللي بياخدها اللي خارج المعاش طبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا المهم حاولنا طبعا وزارة المالية بتعمل لنا اتاحات على قد ما بتقدر بندبر من موارد الهيئة وهكذا تخطينا غاية شهر 11 2018 فاذا ان السادة اصحاب المعاشات لحد شهر 11 2018 بالضبط اخدوا مكافئة نهاية الخدمة بالضبط طب احنا محتاجين نكمل الباقي مصبوط وانشأنا الصندوق بطريقة قانونية وطبقا للليحة بتاعة الرقابة المالية واصبح فيه صندوق للعملين لنهاية الخدمة موجود حالا من 2019 طب اذن الصندوق موجود بس الاسلام مالاش عايز يتمل طب بيتمل ازاي فيه مجلس ادارة قريدي انشأ مجلس الادارة لا علاقة للهيئة بتاتا بيه يتبع مين هو مجلس ادارة بيتم انتخابه جامعية عمومية وبيتم انتخاب العاملين فيه مش عجبهم مجلس الادارة دلوقات يجتمعوا يعملوا الجامعية العمومية الخاصة بيهم ويجيبوا مجلس ادارة تاني فاذا انت يعني بتدي الحرية للعاملين مش انا اللي بدي ده القانون القانون لو هو مش مقتنع بمجلس الادارة ده ومجلس الادارة يعني ايه اللي ممكن يعني يفيد يعني قصدي يصيب فيه او لا يصيب فيه هي موارد انت بتحطي ميزة مالية بتاخدي قصادها ميزة مالية وانت خارجة بس الميزة دي قد ايه عشان تشكل الصندوق وتاخدي نفس الميزة المية وخمسين شهر هي دي بقى المشكلة والعقبة الكبرى طبعا برضو احنا ما نقدرش نسيبهم كده احنا اجتمعنا مع الصندوق كتير وحطينا حلول كتيرة الحمد لله تم اعتمدها من مجلس الهيئة لأيام السابقة ودي حتساعد للصندوق اللي احنا نقدر يبقى له استمرارية وكيان حلول زي ايه أستاذ حسين دلوقتي احنا اللي بنتكلم فيه اشتراك من العاملين بالاضافة للهيئة من الموارد الخاصة بيها من النواحي الاجتماعية والاشياء من هذا القبيل فانت تزود الدخل بالنسبة لهم فانحافظ على الميزة اللي تبقى موجودة المية وخمسين شهر وفي نفس الوقت الموارد اللي بتدخل ليها دي تقدري اللي انت تكبريها عن طريق موضوعات اللي بنتكلم فيها اللي هي ايه تديها تعظيم ليها فتقدري الفلوس اللي بتتحط داخل الصندوق من العاملين يحصل لها تنمية تنمية دي تكبر النطاق المالي فبالتالي تقدري تقومي بواجباتك من ده وزي ما قلت قبل كده انت الشهر بيتكلف عندك اكتر من 16 وشوية يعني بنقول 17 مليون يعني انت بتتكلمي في السنة تقارب المتين مليون ودي في جزء واحد اللي هي نهاية الخدمة اللي احنا كهية لا علاقة لنا بيها دلوقت خلاص الموضوع خلص بس ما نقدرش نسيب الموظف العامل اللي هو الزميل طبعا اللي هو حاسس ان هو حيطلع من الخدمة فدور اللي هيعنوه اللي هيجوز بنته اللي هيبع حتى هيعيش بيها اي حاجة بنطمنهم يعني برضو في الصرف اللي عندنا الايام اللي جاية دي اللي هو مع 23 يناير 24 25 برضو عاملين حسابنا لأصحاب المعاشات اللي هي نهاية الخدمة برضو حينزل لهم المبالغ اللي بيها نسد دول من 2018 بالظبط نسد الجزء دي ونبتدي في 2019 هل حيبقصي الشكل من أشكال الجدول يعني مثلا ايه هو بادي موجود